عايزين نعرف أهمية غابات الأمازون في العالم كله هو بداية طبعاً بشكر حضرتك على الدعوة الكريمة وعلى الاهتمام بموضوع أعتقد أنه هو يجب أن يلقى عليها الدوء بشكل أكتر لأنه هو موضوع الساعة وتتناول ووكلات الأنباء باستمرار وفي كل يوم تأرير بيطلع عن مدى اللي وصلت له حرائق الأمازون والجهود اللي بتبذل بيه وتملي التخوفات من التداعيات هذه المشكلة على البيئة وعلى الأنشطة الحياتية للإنسان لما بنتكلم عن البيئة إحنا دائماً كنا تعلمنا أن البيئة هي مجموعة من الأنظمة المرتبطة بعضها وبالتالي أي نظام من الممكن أن يؤثر النظام الآخر سلباً أو إيجاباً إدارة البيئة هي إدارة العمليات بحيث العمليات الإنسانية والأنشطة الإنسانية بحيث يتم المحافظة على التوازن البيئي ما بين هذه الأنظمة والتوازن البيئي له حد أقصى للتوازن وحد أدنى وهذا هي المساحة اللي سبهدنا الخالق اللي نقدر نشتغل في خلالها ونقدر نتعايش فيه ونقدر أن ننعم بفوائد الطبيعة الأمازون دائماً معروفة إن الأمازون طبعاً إحنا بنتكلم على مساحة تقدر بمساحة أسترالي عشان بس نحن بنتكلم على إيه مساحة ضخمة مساحة ضخمة إحنا بنتكلم على عدة دول تنتشر فيها غابات الأمازون صحيح إن الجزء الأكبر منها حوالي أكتب من 50% إلى 60% في البرازيل ولكن في دول أخرى زي بانزوالة وزي بوليفيا وزي آخر فيها أجزاء من غابات الأمازون وهو ما يسمى بالغابات المطيرة أو اللي بنسميها رئة العالم رئة العالم يخلينا طوالي نفتكر وإحنا صغيرين إن إحنا كانوا بقولونا نفيه إن النبات بيقوم بعملية النتح وأن بالنهار بنطلع أكسجين تمثيل الضوئي وإن بالليل بنطلع أكسجين ومنطسل عشان كده النبات قالونا في المستشفىات ما تحطلوش كميات نبات كتيرة في غرف المرضى بالليل مش كده فنم؟ حراركم كنت تعلمتونا كده زمان هي بالضبط كده إن الأومازون بيطلع 20% من الأكسجين اللي بيطلع في العالم وبالإضافة لكده وهو ينتصر كميات كبيرة من ثاني أكسجين كربون اللي جزء منها بيفضل مخزون في الشجر نفسه وجزء منها بيطلع تاني أوكي؟ يعني في هنا إن الشجر نفسه بيحتوي على غازات ممكن تكون لأن ثاني أكسج كربون هو كربون مادة عضوية موجودة في كل النباتات وفي البناء أدمين وبالتالي لما حرق الشجرة هيطلع ثاني أكسج كربون وحنفقد الأكسجين وحنفقد الأكسجين ثاني أكسيد الكربون بيؤدي إلى زيادة درجة حرارة الأرض لأنه بيمنع من إن الحرارة بيعمل غلالة حولين العالم تمنع إن الأرض تفقد الحرارة فتزيد حرارتها ويأثر على التغيرات المناخية اللي هي بقى أحنا شايفينها تغير ارتفاع درجات الحرارة الأعصير زوابان القطب الشمالي ارتفاع المية في البحار والمحيطات وغزو البحار للأراضي والآخره اللي احنا بنتكلم عليه إذن غابات الأمازون فيها وظيفة معينة بتدينا الأكسجين وبتحفظ لنا على ثاني أكسيد الكربون وبالتالي بتساهم في الاحترار أو في المحافظة على درجات الحرارة اللي المفروض تكون موجودة في الأرض يعني تقريبا ربع حياتنا تقريبا تقريبا طبعا في حاجة جديدة قال لك لا ده هي مش رأة الأرض بس ده هي قلب الأرض إزاي قلب الأرض فيها ظاهرة اسمها الأنهار الطائرة وهي موجودة في غابات الأمازون وبسبب غابات الأمازون اللي هي عملية البخر فيه عملية بخر شديدة لأنه فيه كمية رهيبة من الشجرة عم نتكلم على ربعمائة مليار شجرة ده اللي بنتكلم عليه ربعمائة مليار شجرة مع كمية مع ثلاثة مليون نوع من أنواع الحياة اللي بتمثل عشرة في المية من التنوع البولوجي في العالم كله موجود في هدي المنطقة بيحصل بخار الميا بيطلع بخار الميا بيطلع وبيمشي ويسقط في مناطق أخرى في مناطق أخرى كمطر مؤدياً إلى المطر إلا مؤدياً إلى الحياة إلى الزراع إلى الإنتاج كويس وبالتالي قطع الشجرة هيأثر هيأدي إلى خفض البخار هيأدي إلى خفض المياة العزبة اللي بتروح أماكن أخرى وتأثر فيها نهر الأمازون وإحنا نعلم أنه نهر الأمازون درسنا العالم أنه هو تاني نهر في العالم وفي ناس يقول لأ ده هو أول نهر في العالم صح؟ صحيح نهر الأمازون كله بيجيب لي 16 مليون متر مكعب مية في اليوم التضفق اليوم بتاعه الأنهار الطائرة بتجيب 20 مليون وبالتالي هي مصدر كبير لأرض بتدي خمس المياه العزبة اللي بتروح للمحيطات يبقى أي تأثير على حجم هذه الغباة تأثير شديد هيأدي إلى أثر على الأكسجين أثر على الغازات الكربون أثر على المية وهي الدورات الرئيسية اللي بيبقى عليها العالم كله وبالتالي هناك تأثيرات جامة خاصة ونحن نلاقي إن إحنا فقدنا من السبعينيات حتى الآن 20% من حجم الغباط الأمازون وفي السنة دي بس عندنا زيادة في الحرائق 84% وهذه تدع دي حاجات خطيرة اهتم بها العالم كله بدليل إنها فرضت نفسها على أجندة قمة الدول الصناعية السبع اللي هو الدولة العظمة اتناقشت فيها واتناقشت فيها اتحطت على الأجندة واتناقشت فيها وفيها قرارات حصلت يعني كان فيه تأثير على الحوار السياسي على وجه العموم طبعا أي مشاكل بيئي من هذا القدر بتؤثر طوالع السياسة لإنه في الآخر الحفاظ على البيئة هو نقاش بطبيعته سياسي في الآخر نحن لا نناقش الجزء الفني والعلمي للمشاكل البيئية عندما نتقابل في مؤتمرات العالمية سواء التنوع البيولوجي أو التصحر أو تغيرات المناخ نحن نناقش من يتحمل التكلفة من يتحمل تكلفة إصحاها حالما نناقش العملية آه أو لا كويس قد نختلف على بعض الأرقام لكن الاتجاه كله معروف لكن نحن نتناقش أنا مين يعني بدليل أن الرئيس الأمريكي أول ما لأ ما اتفق عليه في باريس سنة 2015 اللي أوباما وافق عليه أول ما جي رح لغة وطلع من الاتفاقية وقال لك لمشلحة الاقتصاد لو على الأمازون تمه الرئيس البرازيلي حكومة يمينية أساسا بتشكك في التغارات المناخية وأساسا وبشكل مباشر وغير مباشر تدعم قطع الغباط علشان استبدالها بالمراعي لزيادة تصدير البرازيل ونصبها للأبقار ومنتجات الأبقار خاصة أن البرازيل أول دولة أكبر نصب لكن تريد إذن نحن نتحدث عن مصالح اقتصادية لها آثار بيئية ترجع الآثار البيئية تؤثر على الاقتصاد لأنها تؤثر على الزراعة وتؤثر على الصحة وتؤثر على دورة مستمرة أو زيتية التغذية ده اللي بيحصل عالميا ترجمة نانسي قنقر